في سنجار هي قطاعات من الجيش العراقي وشرطة الاتحادية جاءت تصريح قيادة العمليات المشتركة بشأن سيطرة القوات الأمنية على قضاء سنجار بالكامل صادما ومثيرا لاستغراب السلطات في كردستان العراق هناك إصرار من القيادات الأمنية أنه لا يوجد أي شيء من المظاهر المسلحة داخل مدينة سنجار قيادة العمليات كانت قد أعلنت عدم وجود أي معرقلات لتنفيذ اتفاق سنجار وأن القوات الأمنية منتشرة في القضاء وعلى مداخله ولا توجد أي مظاهر مسلحة فيه تصريحات نفتها حكومة أربيل جملة وتفصيلا مؤكدة أن القوات الأمنية غير قادرة أساسا على دخول سنجار في ظل وجود ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون ومتخادمة فيما بينها وفي مقدمتها ميليشيا الحجد ومسلح حزب العمال الكردستاني مصدر في حكومة أربيل اتهم قيادة العمليات المشتركة بمحاولة إخفاء الحقائق وإضاعة المزيد من الوقت والمماطلة في تنفيذ اتفاق سنجار على الرغم من مرور أكثر من عام عليه ويؤكد النائب السابق عن قضاء سنجار ماجد شنغالي أن الاتفاق لم يتحقق على جميع الأصعدة مبينا أن المسؤولين والموظفين في القضاء لا يستطيعون الدوام في دوائرهم والكثير من الأهالي تركوا مناطقهم بسبب انتشار السلاح وأوضح شنغالي أن عناصر البكاكا بدأوا ببناء الأنفاق لتعزيز سيطرتهم لافتا إلى أن هناك عناصر في ميليشيا الحجد هم بالأساس ينتمون لقوات حزب العمال الكردستاني القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني أكد هو الآخر عدم وجود أي تقدم في الاتفاق بين بغداد وأربيل بخصوص سنجار مستشهدا بزيارة أجراها نائب محافظ نينوى مع بعض قيادات الحزب الديمقراطي وبحضور قائد العمليات وقوات من الجيش حيث جرى منعهم من دخول القضاء الذي تحول إلى منطقة ساخنة لتبادل النفوذ والسيطرة بينما جامعة تتعدد تسميتها وتتحد أغراضها وتبدو الحكومة في بغداد عاجزة عن فرض إرادتها وإعادة الأمور إلى نصابها في سنجار لكن تصريح قيادة العمليات المشتركة الأخير يشي بأن الأمر تعدى قضية العجز إلى القبول بما يجري من فوضى وخلقات يدفع ثمنها سكان القضاء